اشتركوا في القناة اكتبوا ما تشاؤون انتقدوا ما تشاؤون بس لا تسيئوا للشخصية الامور الشخصية لا تسيئوا للناس وكتبوا الحقائق وهذا كان كل هذا يعني رجله كان بسيط ومتوارع جدا وطيب في تعامله واحنا عساسا رايحين على اساس نسجل بسجل التشريفات كانت هذا التقليل موجود في وجهنا انه سيد رئيس يجسق لكم ونحن استقبلنا كل ما قال هذا انه اريدكم تلتزمون بالخط الوطني العام وانتقدوا ما تشاؤون انتقدوا الأجهزة الحكومية ما كرمكم؟ لكن وجد التكريم عنذاك يعني كان هو مجرد استقبال النبعي مطاب التكريم يعني يعني تكريم مادي قصدك تكريم مادي اعتباري لن يكون أنا ذات ساعد في الوسط السياسي أو تسمي أن يكرم هذا أو ذا كم صحيفة كانت تصدر وكم صحيفة كانت لها مساحة كبيرة من الحرية كل الصحف كانت لها مساحة من الحرية صحف كثيرة كانت تصدر يومية وكان مسنوعة هناك صحف قومية وهناك صحف وطنية عامة صحف موالي حكومة صحف موالي حتى صحف كل دي كانت موجودة طلبان بعدين يجوا وغيرها وحتى الأكرار أصدروا بعض الصحف والشخصيات كل دي صدروا وكانت التقنم وغيرها إبريفكاني وما شابه فأكو مجموعة صحف عند فوزي على الواحد كان يمثل رابطة قومية يعني أكو مجموعة صحف كانت تصدر وما كانت أكو قيود هذه القيود حصلت لفترة معينة بعد السبعة وستين أصبحت أكو رقابة بعد أحداث سبعة وستين بعد حرب حزيران صادت أكو رقابة على الصحف وقلنا نكتب عن رقابة بقسوة كانت أكو رقابة لكل الموضوعات مل كان الرقيب مدير الرقابة؟ مدير الرقابة كان شخص اسمه دليمي أحمد وبعدين إجوا يعني مجموعة قسم الصحفة مدير الصحفة وزاة الإعلام هم اللي كانوا يراقبون بالتسعة وستين بالثمانية وستين بعد مجيء البعثيين صدر جزاية الثورة وكنت من بين الأواء الذين عاملوا بها يعني كيف اختلفت عليك الأجواء أو كيف رأيت الأجواء في هذا العهد مقارنة بالعهد السابق له في الواقع يعني أنا كنت بحكم ثباطي وانتمائي لحزب البعثان كنت فرح جدا بقيام الثورة في حين ودعيت من الأواء الذين وجهت لهم الدعوة يعني جتني رسالة من الله يرحمه الأستاذ كريم شنتاب أبو مها أنه تقرر الزار جريدة باسم الحزب وأنت أحد المطلوبين للتأسيس تفضل تفضحة كانت مطبعة شنو كان مستاكل حزبي يعني كانت حزبي عام يعني حزبي أبو عافل وأنا ذا كنت أيضا مجمّة حزبيا يعني بقام الثورة فالتحقت بالجريدة في مطبعة فريد الأحمر من المطبخ كانوا إياك كان كريم شنتاب رئيس التحليل نديم أحمد الياسين نائب رئيس التحليل وأنا سكتاب التحليل استعملنا في البداية بمجموعة من الصحفين التقليدين القدامى الموجودين مخبرين ما إلى ذلك يعني ثم بقدر نستبدلهم تدريجيا بناس بعثيين وناس قريبين من القط ولكن الكتاب بشكل عام كانوا مجموعة المساهمين من الدراسات والكتابات أو منهم عبد جبار الكرخي ومنهم صاحب السماوي كان ومنهم يعني مجموعة وحبيب سعيد مجموعة كبيرة كانوا وأنا ذاك كان من الجريدة يزوري الجريدة باستمرار موجودين عندنا من الجريدة الله يرحمه عبد الخالق السامرائي وشفيق المرحوم شفيق الكمالي كان موجود باستمرار يزورونا من الجريدة ومجموعة من القيادين الآخرين فالجريدة كانت حركة ومطبخ وبعدين التحق بنا ناجر حديثي مترجم إجانا ومحسن المساود الآن الدكتور محسن المساود أيضا إجانا كمترجم وبدأنا نغير بدأنا تدريجيا وكان مجموعة من الكتاب والصحفي بضمنهم التحق بنا فيما وعد عزيز سيد جاسم عبد الخالق السامرائي أكو مجموعة من الكتاب التحقوا اختارهم عبد الخالق السامرائي شخصيا كانوا يكتبون للجريدة ودزونا موضوع مثلا من بينهم منهم عزيز سيد جاسم مثلا لأنه أخوه محسن موسوي يعد بالجريدة فكان يبعث لنا مقالة شافة أعجب بي فدز أخوه محسن موسوي قل له قل للأخوه يقبل يجي التحقناها بالعراق ببغداد العفو ولأنه بناصر بالفجر معلم بناصر فقال له ممكن يجي هنا وننقل وظيفته فراح بلغ كذا رفضوا المدعي السيد جاسم قال أنا بزواج نساء اثنين نسوان اثنين وأنا قاعد هنا لا أدفع إيجارة لها رح ببغداد وإيجارات غالية وكذا فما يصرف لي ما أقرعي شي فعبد خالق سامراء يعرض عليه قال لا لا يبقى راتبا وننطي بيت ويلتحق بالقصر يعني موظف بالرئاسة الجمهورية على ديوان الرئاسة وفعلا هذا ما حصل أعطوه بيت معروف عزيز سيد جاسم بقول الله يرحمه ونطر راتب آخر وراتب كمعلم السامر وأضافوه وحصل على رعاية خاصة من خالق سامراء بعد ذلك صباح سلمان كان بالبلدية في كربلا وكان يرسلنا أيضا وعجيب بي ده زينا عليه التحق بينا فيما بعد صباح سلمان معنى ذلك أن عزيز سيد جاسم بالتسعة وستين طلق الشوعيين لا لا هو طلق الشوعيين قبل ثمانية وستين من الثورة اللي جئت الثورة أنا أيضا كنت أحد عميدته اللي كانت تنظر قبل مو الثورة العربية ماتيها الثورة اللي رئيسها حازم مشتق رئيس تحريقه وكنا بيها آني وعبد الرحيم معاذ عبد الرحيم ومجموعة أخرى من الصحفين وحتى لطفل خيار كان الله يرحمه ومجموعة وحتى كان قيس السامرائي للأناحى القيادين جبهة ديمقراطية في فلسطين كان عندنا محرر ومؤيد الراوي ومجموعة فأنا ذات عزيز سيد جاسم كان يلز مقالات يكتب يرد على يمين لأور وغيره ويكتب بنفس آخر يعني مخالف للشيعية وكان يعني نفس يكتب نفس ماركيسي نعم لكنه مثقف ماركيسي وليس كشيوهي ثم بعد الثورة بدأ هو يتعاطف مع الثورة ثلاثة 17 تموت وبدأ يكتب مقالات مهمة حوارية لأنه كان الخط الجيد هو التوجه نحو الثقافة والصحافة عموما من 68 إلى زمن سنوات من عمر حقبة البعث كانت انتعشت شهرة انتعاش متى انتكست؟ بالله باعتقادك يعني متى انتكست؟ باعتقادي انتكست بعد الـ 68 بعد الـ 68 بعد الـ 68 عندما ألغيت هو قبلها ألغيت صحافة القطاع الخاص قبلها يعني عوائل 68 قبل قيام ألغيت كان وزير الإعلام مالك دوهان الحسب وزير الإرشاد وزير الإعلام الإعلام صارت إرشاد قبلها كانت بعدها تحولت لأرزال الإعلام فهو اللي ألغى كل الصحاف واشي سوى المؤسسة عامل الصحافة وطباعة وتحولت كل الصحاف إلى صحافة حكومية فصالت جيدة الثورة قبل البعث قبل البعث قبل البعث منها بدأت الانتكاسة بس شنو خلوا مثلا جيدة الثورة كل الناس القويين والذوء والتوجه اليساري في جيدة الثورة لكن للأمانة الفترة بين 68 إلى نهاية السبعينات كانت هناك حالة أجواء تقريبا صحية كانت هناك الصحف معارضة كانت طريق الشعب كانت الراصد حتى جيلة الثورة فيها مساحة للرأي والرأي الآخر لم تكن ثقافة اللون الواحد من 68 من 68 ما كان طريق الشعب بعد 68 ثلاثة سبعين أربعة سبعين آها بعد قيم الجبل الوطني طبعا صارت نعم لفترة معينة ازدهرت لكن أيضا كانت تحترق قابل مباشرة الحزبية يعني استثناء الشيوعين والأكراد مطلعهم التآخي في وقتها التآخي وانتحاد الشعب لأنه كانوا ذلك أطراف يعني مطلوبين وكانت مساجلات وممحكات بين التآخي وطريق الشعب والثورة مساجلات عنيفة يعني ليست بحدة يعني ليست في مضمون بمعنى التناقض مع الهكومة أما انتقادات انتقادات لبعض الظواهر ممكن هذا كان يتم خاصة اتحاد الشعب طبيعتها هذا جيدا حتى الآن لأ كانت التآخي ترد على الثورة والثورة يكتب المقال فيها طارق عزيز معروفة هاي ايه هذي شوكت هذي هذي صالت بعد بين آذار بعد السبعين طبعا بعد السبعين وبدت أكو شغلات مجموعة يعني تجاوزات يرهون الأكراد عليه بين آذار وكذا فيها لحد الـ 75 بدت المشاحنات وبدأوا الأكراد ينكمشون يعتقدون لأنه المفروض في 75 يقام الحكم الذاتي هل لديكم كانت تأتيكم توجيهات محددة واضحة من القيادة أن يكتبوا بهذا الاتجاه يعني أنكم كنتم على بيّن من موقف الدولة من الأكراد مثلا نعم توجيه عام هو احنا اولا مرشتبطين في مكتب الإعلام في مرائد أصباح مكتب الإعلام هو اللي يوجه هو اللي يشرف وإحنا بالضرورة كل رؤساء التحرير عدا هذا النجريتين اللي قلت لك عليهم واللي بعدين أغلقت إتحاد الشعب والتأكل البقية كلها كانت يقودوها حزبيين قادح الناس قيادين مرتبطين بمكتب الإعلام وأكون توجيه عام أكون خط إعلامي متميز وأكون خط إعلامي تلتزم به حتى من اشتغلت بالإذاعة أنا مرح في الإذاعة أنا كنت مراقب الشيون السياسي بالإذاعة من السبعين إلى الخمسة وسبعين مراقب الشيون السياسي وكنت أشرف على كل شيء اسم سياسة في الإذاعة أو في التلفزيون